سؤال يا حضرة الأسيس هل محبة الرب اللي أظهرها لنا على الصليب دي للمسيحيين فقط ولا مقدمة للعالم كله ولو هي مقدمة للجميع زي ما حضرتك قلت في بين السطور هل مطلوب مني كمشاهدة مسلمة أني أقبل الصليب علشان أقبل المحبة دي ولا ممكن أقبل محبته من غير ما أقبل الصليب والربي بس شكراً كتير طبعاً الصليب هو التعبير عن محبة الله الله بحب العالم مثل ما ذكرت الآية لأنه هكذا أحب الله العالم العالم كله بدون أي استثناء رجل امرأة بغض النظر شو العرق شو الجنس بحب كل الناس هاي هي محبة الله وهذا اللي بيقودني للمحبة الثالثة اللي هي المحبة الفدائية تكميلاً للجواب على سؤالك يا أخت نهال أنه هاي المحبة محبة فدائية المحبة الفادي يعني كيف أنا صرت ابن لالله من خلال عمل فداء المسيح طب كيف أنا صرت ابن للرب بالتبني ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً مولوداً الكيفية كيف الله أرسل ابنه من السماء عن طريق الولادة من الروح القدس أنه ولد يسوع المسيح من العذراء مريم أرسل ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني يعني صرنا أولاد الله بالتبني كنا أشرار كنا بعيدين لا نستحق كنا غرباء أعداء يعني كل هاي الأوصاف هالكين ضايعين بس الرب خلصنا من خلال الفداء لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم يسوع المسيح كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح هذا الفداء هو تم من خلال الرب يسوع كلفت دمه مشان هيك احنا أصبحنا أولاد لالله صعب يستوعبها يوحنا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله وبيكمل بقول من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفني إذا عرفوا الرب العالم رح يعرف أنه احنا أولاد الرب مشان هيك بتشوف فيه دايما حرب بين يعني الفكرة بين أولاد الرب أو بين العالم العالم يعني نظام هذا العالم فإذا احنا أصبحنا أولاد الله بالتبني وهون التبني يعني حصلنا على كل امتيازات الله من خلال يسوع يعني أخذنا صرنا ورثاء وصرنا أولاد وكامل الحقوق البنوية بالكامل وهذا التعليم لا يوجد في أي كتاب آخر بل بالعكس في كتب تاني مثل أحبائنا المسلمين مع محبة لألكوب يرفضوا هاي الفكرة مع أنه هاي أعظم فكرة أنه الله يتبنانا ويحبنا لدرجة أنه يضحي من أجلنا مثل ما ذكرت الأيه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فهاي المحبة ظهرت من خلال يسوع وافتدتنا واشترتنا لله وأصبحنا ملك للرب وأصبحنا أولاد للرب أحرار وإلنا حق البنوية الكاملة